موسيقى رحب الشارع اليمني باتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي وستطلعت سكاي نيوز عربية أراء المواطنين في مدينة المكلة حيث طلب اليمنيون بتوحيد الجهود لمواجهة الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا نتمنى إن شاء الله أن الاتفاق هذا يحقق كل ما نصبوا إليه كمواطنين أولا الأمن والأمان والاستقرار ورغد العيش بمعيشة ويحققنا كل من طلباتنا إن شاء الله هذا اللي أنا أمله من الاتفاق أن نتطلع إليه إن شاء الله هذا الاتفاق يعتبر انتصار للمشروع العربي الذي تحلم به دول الخليج وبلادنا وجميع بلدان العرب وأما نحن في إليمن بيفيدنا هذا من ناحيتين الأولى وهو في الجانب العسكري لو نضرنا إلى الجانب العسكري بيكم في توحيد الصفوف لمقاتلة الحوتيين أما الزاوية الثانية وهي الجانب الاقتصادي الاتفاقية هي بمثابة لأبناء الجنوب هي اتفاقية لنقل القضية الجنوبية إلى المحافلة الدولية والعربية كما أن هذه القضية الجنوبية سوف تنهي التمرد الحوثي في الشمال في الشمال بجهود توحد كل القوات الشرعية وقوات الانتقالي من أجل محاربة هذا التمرد في الشمال وتحريره إن شاء الله بإذن الله الاتفاق الذي جاء بوساطة سعودية مملكة الحزم نحن نقول لها أولا وقبل كل شيء شكرا وأيضا نقول للمرأة الخير شكرا على كل ما بدلته وكل ما سوف تبدلونه من أجل تنفيذ هذا الاتفاق كما رحبت أطراف عربية ودولية عدة باتفاق رياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في التقيق التالي نستعرض أبرز ردود الفعل على الاتفاق ردود فعل عربية ودولية تتوالى عقب توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في واشنطن قال الرئيس الأمريكي إن الاتفاق بداية جيدة جدا على طريق الحل والتوصل إلى اتفاق نهائيا في اليمن بدوره قال وزير الخارجي الأمريكي إن هذه الخطوة كانت مهمة للتحرك نحو حل سياسي شامل للنزاع في اليمن وأكدت الحكومة البريطانية أن توقيع الاتفاق خطوة مهمة للوصول لحل سياسي للأزمة كذلك وصف مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مع حدث في الرياض بالخطوة المهمة في إطار جهود السلام كما اعتبر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي توقيع الاتفاق خطوة تاريخية مهمة للحفاظ على أمن اليمن واستقراره ورحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بالاتفاق وأكدت دعمها ومساندتها لكل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني ويستم في استقراره وأمنه كما ثمن أمير الكويت مساعي السعودية في الإسهام بتوحيد الصف اليمني من جانبها رحبت مملكة البحرين بالاتفاق نظراً لأهميته في حفظ أمن واستقرار المنطقة وثمن الرئيس المصري الاتفاق ووصفه بالخطوة العظيمة في مسار حل الأزمة وتعزيز وحدة اليمن كذلك رحب الأردن بالاتفاق ووصفه بالخطوة المهمة في جهود رأب الصدع وفتح آفاق للحل السياسي للأزمة اليمنية وبينما أشهد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي بالاتفاق أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أن الاتفاق يحول دون انزلاق اليمن نحو المزيد من الانقسام معنا من الرياضة الكاتبة الصحفي يحيى الأمير سيد يحيى أهلاً وسلام بك على سكاي نيوز عربية ردود فعل عربية ودولية مرحبة ما أهم المكاسب السياسية والاجتماعية من وراء اتفاق الرياض برأيك؟ أولاً أتصور أن المكسب الأول يجسد ويعزز لدى العالم فكرة أن هذه الحرب التي خاضها التحالف بقيادة المملكة هي حرب الضرورة ولم تكن يعني هي خطوة ضرورية كان لا مفر ولا بد منها لسلامة أمن الإقليم وسلامة أمن اليمن واستعادة الدولة الشرعية لأنه تمكن ميليشيا بهذا القدر في منطقة جغرافياً واستراتيجياً وجيوسياسياً محورية مثل اليمن شيء لا يمكن قبوله من مختلف الأطراف سواء في المنطقة أو حتى في العالم الجانب الثاني الاتفاق يمثل إعادة توجيه للقاطرة اليمنية كلها بشكل عام نحو ما يمكن وصفه بالهدف السامي وهو استعادة الدولة كان هناك أخطاء في أداء الشرعية؟ بلا شك كانت هذه الأخطاء جعلت الكثير من القوى اليمنية تنظر بقلق وارتياب إلى مستقبلها؟ بلا شك لكن الانفجار الذي شهده الموقف في الجنوب ووقوع الاشتباكات المسلحة كلها يعني مثلت لحظة يعني إذا صح التعبير لحظة مريعة في مسار الأحداث في اليمن فتح جبهات جديدة وجود رصاص يطلق لغير يعني ليس موجها للحوثية أو الإرهاب هذا كان في حد ذاته أي أزمة خطيرة جدا الجانب المهم أن كل القوتين سواء الشرعية أو المجلس الانتقالي هي في النهاية قوى وطنية يفترض أنها قوى وطنية ولديها ذات المشروع استعادة الدولة وكسر المشروع الإنقلابي وعودة الشرعية طيب سيد يحي اسمح لي على المقاطعة نعم نعم اسمح لي على المقاطعة ما الذي يمنع عدم تكرار الأخطاء التي حدثت في الماضي خصوصا في ظل تصاعد أصوات يعني تعمل ضد الاتفاق إلى أي حد اتفاق الرياض سيحتوي كل هذه الخلافات والتباينات الموجودة على الأقل في جسم الشرعية شوف بكل أمانة نتمنى أن يكون الضامن الأكثر حفاظا على الاتفاقية وتنفيذها هم اليمنيون أنفسهم لكن كل الأطراف اليوم تدرك أن الضامن القوي الواقف على تنفيذ هذه الاتفاقية السعودية وهي التي ترأس اللجنة التي تتابع التنفيذ شوف التحالف في هذه القضية وفي التعامل مع كل ملف الأحداث والاشتباكات التي صارت في الجنوب منذ أن وقع في واحد من بيانات التحالف تحدث بكل وضوح وبكل صرامة وحزم أن التحالف بقيادة المملكة لا يقبل وجود مثل هذه الأحداث ولا بد من وقوفها حتى لو اضطر التحالف لاستخدام القوة لإيقافها أنا أتصور أن هذا المنطق ورهان التحالف على اليمنيين وحكمتهم ورغبتهم في بناء مستقبل حقيقي سيجعلهم إن شاء الله هم الضامن الأول ما لم يكن فالضمان سيتمثل في اللجنة التي ترأسها المملكة لمتابعة تنفيذ الاتفاق برأيك سيد يحيى ما أهم وأولى ربما التحديات التي يمكن أن تقف في وجه اتفاق الرياض برأيك شوف إذا تمكنت بعض الأديولوجيات الموجودة لدى أي من الطرفين في أن تمثل هدفا لطرف يسمو هذا الهدف على المشروع الوطني فهذا يمثل خطر لا على القوة السياسية التي ينتمي إليها ولا على اليمن ولا على مشروع اتفاقية ولا على مشروع مستقبل اليمن بشكل عام جانب أو الجانب الكبير من الدمار الذي شهده اليمن شهده على يد القوى المؤدلجة الحوثية قوة مؤدلجة كهنوتية سواء كان لها امتدادات قبلية أو امتدادات هذا كله مفهوم ومحوري لكنها منذ أن دخلت إلى اليمن أو قبل ذلك منذ أن بدأت ترص صفوفها وأصبحت في تواصل مستمر مع الضاحية في جنوب لبنان ومع مختلف القوى الإيرانية تحولت إلى كيان مؤدلج كهنوتي اليمن لا يمثل قضية بالنسبة له الجانب الثاني إخوان اليمن وأنا كنت أقول أنه إخوان اليمن ليسوا كأي إخوان حتى بعد 11 فبراير 2011 بل أنه ظهر منهم من يمكن التعامل معه على أنه جزء من المحور القطري التركي فالأديولوجية كلها بشكل عام هي أخطار مهددة هي مهددة للدولة الوطنية بشكل عام ومهددة لمواجهة مشروع الحوثية ومهددة للاتفاق التحدي الثاني وهو أيضا تحدي يقع على الشرعية هو التحدي التنموي خمس سنوات ومع وجود البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مركز الملك سلمان الهلال أحمر الإماراتي وغيرها من الجهات الداعمة لأعمال التنمية نعم يفترض في الشرعية أنها اشتغلت طوال الفترة الماضية على بناء نماذج تنموية إيجابية في المناطق المحررة تصبح هذه النماذج هي الهدف المأمول لكل من هو في صعدة أو في صنعة أو في المناطق التي تحت سيطرة الحوثية تصبح هذه هي نماذج الأمل بالنسبة له هذه نماذج الجذب هذه هي النماذج التي يتمنى أن يصل إليه التحرير لكي يعيشها لما فيها من تنمية وأمن وفرص عمل وغير ذلك على ذكرك للتنمية وفرص العمل والاستقرار سيد يحيى يعني الآن واشنطن تصدر بيان ترحد به باتفاق الرياض تقول نأمل أن تعمل جميع الأطراف معا لإنهاء النزاع تحقيق الاستقرار في اليمن وهنا السؤال مطروح كيف سينعكس هذا الاتفاق على السلام الشامل في اليمن بالتأكيد هو خطوة باتجاه السلام الشامل أولا هو أمام العالم يعني لا نقول أنه يثبت هي مسألة ليست بحاجة لإثبات لكنه يعزز ويجسد فعلا أن التحالف يجعل الحل السياسي للقضية اليمنية بأكملها مش فقط ما حدث في الجنوب أن الحل السياسي هو القيمة العليا التي أو هو المسار الأفضل الذي يتمنى التحالف أن يتحقق ما لم يحدث ذلك وهذا هو يعني ما ساهم في بناء الضرورة الأولى التي انطلقت فيها الحرب في 25 مارس 2015 لأنه انعدم الأفق السياسي وأصبحنا أمام خصم حقيقي سطى على الدولة اليوم كل العالم وجد أو يعني تعززت لديه فكرة أن الحل السياسي هو المسار الأنسب والأفضل لدى التحالف الجانب الثاني أن الغرض الكبير من كل ما يقوم به التحالف بقيادة المملكة هو استعادة اليمن وتنميته الحفاظ على الممرات الإقليمية الحفاظ على اقتصاد العالم وإبعاد أن تكون هناك ميليشيا مؤدلجة كهانوتية مسلحة من أن تكون تسطو على بلد بحجم وثقل ومحورية اليمن هذا يجعل جانب كبير جدا من المسؤولية على عاتق اليمنيين بحثا عن مستقبلهم وتخلصا من الميليشيا الحوثية واستعادة اليمن الحقيقي ضمن يعني الذي هو محظوظ أنه في إقليم فيه دول مثل السعودية والإمارات والكويت والبحرين التي ترى فيه شريكا وتحرص على بناء أمنه واستقراره ومستقبله شكرا جزيلا لك أستاذ يحيى الأمير الكاتب الصحفي كنت معنا من الرياض شكرا لك سمرنا معكم في المساء وتتابعونا بعد قليل إيران تبدأ حقن الغاز في أجهزة الطرد المركزي في موشاة فوردو وفرنسا تصف الخطوة بالخطيرة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة